قدم عطر اليوم فضل مفتي البلاد فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو بيانا بمناسبة حلول لذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث الاحتفال يكون يوم غدنا الأربعاء 29 نوفمبر 2017 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية التشاة يتقدم لجميع المسلمين في الأراضي الوطنية بالتهنئة بمناسبة هلول شهر ربيع الأول لهذا العام عام 1439 الموافق 2017 ميلادي بذكرى المولد النبو الشريف وخاصة التهنئة موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وأسرته الكريمة وللحكومة والشعب التشادي عامة بالصحة والعافية والتقدم والازدهار لبلادنا الحبيبة تشاد كما ينتهز المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن يبارك بهذه المناسبة لجميع رؤساء المجالس الفرعية والأئمة والدعاة وشيوخ الزوايا وجميع المسلمين بهذه الذكرى العطرة وإحيائها بدراسته صلى الله عليه وسلم بدراست سيرته وشمائله ومتحه وإحياء النفوس بهذه الذكرى العظيمة على القلوب كما يؤكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجميع المحتفلين بهذه الذكرى العطرة بأن المجلس سيقوم إن شاء الله بجولة تفقدية للزوايا والمساجد التي تحتفل بهذه الذكرى العظيمة وذلك في يوم غد الأربعاء الحادي عشر من هذا الشهر المبارك شهر الربيع الأول ألف أربعمية تسعة وتلاتين ويؤكد المجلس بأن جميع الاحتفالات تقام نهارا كما قرر ذلك سابقا المجلس يؤكد بأن الاحتفالات تقام نهارا وقرر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأن الاحتفال الأول الذي نسميه بالاحتفال الرسمي بهذه الذكرى العطرة ذكرى المولد النبو الشريف سيقام إن شاء الله غدا الأربعاء حداشا الربيع الأول عام ألف أربعمية تسعة وتلاتين الموافق تسعة وعشرين نوفمبر ألفين وسبعة عشر للنفترح وقف ألفين وسبعة عشر وسبعة عشر